موسيقى سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حصاد الأسبوع نبدأ هذه الحلقة بالملف الدبلوماسي انعقدت القمة الاستثنائية الحادية والأربعون لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيقاد في فندق كامبسكي بلاس برئاسة رئيس الجمهورية الرئيس الحالي للإيقاد السيد إسماعيل عمر قلي نتابع المزيد في التقرير التالي موسيقى ترأس خامة رئيس الجمهورية الرئيس الحالي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيقاد السيد إسماعيل عمر قلي أعمال القمة الاستثنائية الحادية والأربعين لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وذلك في فندق كامبسكي بلاس وهي من الوضع في السودان على جدول أعمال هذا الاجتماع وإرادة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لإيقاد والتزامها الراصق بحل الصراع في السودان من خلال المفاوضات والمحادثات بين الأطراف في السودان وكانت قمة الإيقاد بمثابة منصة لقادة الدول الأعضاء في الهيئة لمناقشة تحديات الصراع في السودان بهدف تطوير استراتيجيات منصقة وبذلك تحقيق السلام والاستقرار وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للسكان المتضررين من الصراع التي استمرت أكثر من ثمانية أشهر شكلت القمة فرصة لتصريد الضوء على مفاوضات جدة والتأكيد على أهمية هذه المبادرة الإقليمية في حل النزاع في السودان وأكد قادة الإيقاد على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق بين أطراف الصراع في السودان كما استعرض قادة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية التحديات الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه السودان ساعين إلى إيجاد صور الكفير لتقديم الدعم فعال ومنصق بغية العودة إلى السلام والاستقرار في ربع السودان وبالإضافة إلى قضية السودان الحاسمة كانت تسعيد والاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني ضد شعب الفلسطيني في قطاع قزة في قلب أعمال القمة الاستثنائية الحادية والاربعين للإيقادة برعاية معالي رئيس الوزراء سيد عبدالقادر كامل محمد نظمت الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي العاقة الخميس الماضي في قصر الشعب حفلا مكرسا لاختتام فعاليات الأسبوع الوطني واليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة برعاية معالي رئيس الوزراء سيد عبدالقادر كامل محمد نظمت الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يوم الخميس الماضي في قصر الشعب حفلا مكرسا لاختتام فعاليات الأسبوع الوطني واليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في دولتها الخامسة وجرت وقائع هذا الحفل بحضور أعضاء الحكومة وأعضاء الجمعية الوطنية والمدير العام للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة السيد عالي سعيد محمود بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى بلادنا وشركاء التنمية كما شاركت في هذه التظاهر عدد من الجمعيات الوطنية التي تنشط في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في العاصمة والأقل من داخلية الخمسة واتقللت المناسبة فقرات غنائية ومسرحيات ورقصات شعبية من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة تجسد الجهود التي قامت بها الحكومة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية أسيس مع المرقل لتحصين أوضاعهم وتلبية احتياجاتهم كما تم خلال المناسبة أرض تقرير مرئي استعرض الجهود التي قامت بها الوكالة الوطنية للأشخاص الذوي الاحتياجات الخاصة على مدار السنوات الأخيرة من أجل الارتقاء بواقع شراحة ذوي العاقة وتمكنهم من الاندماج في المجتمع احتضن فندق كامبيسكي بلاس مناسبة مكرسة لإطلاق أول منصة لخدمة الدفع عبر الإنترنت في البلاد وذلك برعاية رئيس الوزراء السيد عبدالقادر كامل محمد في خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في جيوتي احتضن فندق كامبيسكي بلاس مناسبة مكرسة لإطلاق أول منصة لخدمة الدفع عبر الإنترنت في البلاد وذلك برعاية رئيس الوزراء السيد عبدالقادر كامل محمد هذا وجمع هذا الحدث بعضا من عضاء الحكومة ومسؤولي الإدارات الأمة والمشغلين رئيسين في القطاع الخاص تعد إطلاق أول عملية للدفع عبر الإنترنت مبادلة من قبل شركة ديموني الرائدة والتابعة للجيوتي تلكوم وتقدم حل آمن وصريعا للدفع عبر الإنترنت ويمثل هذا التقدم الأول من نوعه في جمهورية جيوتي مما يضع البلاد في قلب اقتصادي رقمي مزدهر وتعد هذه المناصة بأكثر من مجرد رضام دفع بسيط منصة اقتصادية رقمية مزدهرة وحافزا لظهور جيل جديد من رواد الأعمال حيث توفر إمكانية إنشاء وتشغيل مواقع الوايب التي تدمج واجهات الدفع عبر الإنترنت اتخذت شركة اتصالات جيوتي زمام المبادلة لدفع رواد الأعمال الشباب في البلاد إلى النظام البيئي الرقمي من خلال تشغيل مواقعهم الإلكترونية من خلال تكامل السلس لواجهة الدفع عبر الإنترنت وتهدف هذه المبادلة إلى تهبيز رياة الأعمال المحلية وتجيع اعتماد المعاملات الإلكترونية على نطاق واسعة نظمت يوم الاسنين الماضي في فندق سكال فعاليات معرض جيوتي الدولي التجاري في نسخته الثالثة لترويج المنتجات الوطنية تحت شعار جيوتي بوابتك لأفريقيا برعاية رئيس القمهورية الحق إسماعيل عمر قيل احتضن بلادنا النسخة الثالثة من المعرض التجاري الجيوتي الدولي في فندق سكال تحت شعار معرض جيوتي التجاري الدولي الثالث جيوتي بوابتك لأفريقيا ويكتسي هذا المعرض همية ملموسة للارتقاء بالمقومات الاقتصادية لبلادنا خصوصا فيما يتعلق بموقعها الجيوستراتيجية الذي يجعلها منصة إقليمية وقارية لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال وحضر هذه المناسبة التي ترأسها فخامة رئيس القمهورية الحق إسماعيل عمر قيل برفقة سيدة الجيوتي الأولى السيدة خدراء محمود حيد العديد من الشخصيات البارزة من بينها عضاء الحكومة بمن فهم رئيس الوزراء سيد عبدالقادر كامل محمد ورئيس الجمعية الوطنية وأعضاء سلك الدبلوماسية العاملين في البلاد والمدنيين والعسكريين إضافة إلى عدد كبير من المدعوين وتنظم هذا المعرض الدولي غرفة تجارة جيوتي وذلك في إطار احتفالاتها بمرور 116 عاما على تأسيسها والاحتفاء بالذكرى السادسة والاربعين لنيل بلادنا لاستقلال المجيد كما سيشمل سلسلة من الفعاليات الوطنية والدولية وبدعم من رئيس الجمهوري الحق اسماعي العمر جيلي الذي يحرص على إنجاح هذا الحدث الهام الجيبوتي يؤكد تنظيم المعرض في نسخة الثالثة على أن جميع الأحلام تصبح ممكنة التحقيق طالما وجدت الإرادة والعزيمة الصادقة ولقد اكتسبت بلادنا الخبرة والحرفية اللازمة لتنظيم مثالي للمعرض الذي سيكون فرصة ذهبية لمجتمع الأعمال في بلادنا والدول الأخرى ويستقطب المعرض في نسخته الثالثة شركاء ومؤسسات تجارية تمثل أكتر من ثلاثين دولة من مختلف القارات تعرض منتجاتها وخدماتها المختلفة ويحظى المعرض الذي يضم نحو 400 جناح ومنصة للشركات المحلية والإقليمية والعالمية إقبالا كبيرا على غرار العام الماضي من الجيبوتيين ومن الأجانب المقيمين في البلاد ويجسد هذا الحدث الدولي الذي رعاه رئيس القمهورية اليوم الاثنين بعد أكثر من شهر من التحضيرات المكثفة في ظل ما تنعم به بلادنا من الاستقرار الأمني والاقتصادي فضلا عن الموقع الجوستراتيجي الذي يسمح لها بتنويع الخدمات لإفساح المجال أمام الاستثمار الأجنبي المباشر كما يتيح هذا المعرض الفرصة لتبادل الخبرات بين بلدان القارة وإنشاء شراكة مفيدة لجميع الأطراف المشاركة جدروا بالذكر أن هذا المعرض يكتسي همية كبرى ولسيما بالنسبة للشراكة الاقتصاديين والتجار على المستويين الإقليمي والدولي الراغبين في الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة في جيبوتي والتي ثمثل منصة لإعادة تصدير السلع في دول المنطقة مشاهدنا الأعزاء أما الآن من الأحداث الوطنية إلى الأحداث الإقليمية شهدت منطقة شرق أفريقيا أمطارا غزيرة غير مسبوقة مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أدت إلى مسرع أكثر من ثلاثمائة شخص ونزوح أكثر من مليونين تشهد منطقة شرق أفريقيا أمطارا غزيرة غير مسبوقة مما أدى إلى حدوث فيضانات انهيارات أرضية مدمرة أدت بالفعل إلى مسرع أكثر من ثلاثمائة قتل ونزوح أكثر من مليون شخص وتتمثل الدول المتضررة جرع الفيضانات المذكورة كينيا والصومال وإثيوبيا وفقا لدراسة حديثة أجرتها شبكة الطقس العالمية وهي شبكة عالمية من العلماء المتخصصين في التحليل في الوقت الفعلي لظواهر التقصي المتطرفة في هذه الأحوال الجوية سيئة تمثل أكثر كثافة على الإطلاق في المنطقة ويسلد الباحثون الضوء على وجود صلة مباشرة مع تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري بدعوة أن هذا الأخير قد ضعف شدة الأمطار المرسودة تسلد الدراسة التي نشرت القميس الماضي الضوء على الحاجة الملحة للتخالص التدريجي من استقدام الوقود الحفوري وتقليل الإنبعاثات للصفر ويحذر العلماء من العواقب المدمرة التي يمكن أن يؤدي إليها التقاعص عن العمل ويحثون المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لمواجهة تغيير المناخ توجه قرية أولاد عمر النائي على بعد 180 كيلومتر جنوب غرب العاصمة تونس أسوأ ندرة في المياه منذ سنوات وتستيقظ الأهال في كل صباح وفي ذهنهم شيء واحد وهو العثور على المياه تواجه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي تمر بعامها الرابع من الجفاف أسوأ ندرة في المياه منذ سنوات مازود مثل غيرها من النساء في قرية أولاد عمر النائي على بعد 180 كيلومتر جنوب غرب العاصمة تونس تستيقظ كل صباح وفي ذهنها شيء واحد العثور على الماء وقالت مازود دات 57 عاما والتي كانت مندقتها ذات يوم من أكثر المناطق خصوبة في تونس والمعروفة بحقول القمح وأشجال الصنوبر الحلبية نحن الأموات الحياة المنسيون من الجميع وقالت ليس لدينا طرق ولا مياه ولا مساعدات ولا سكن لايق ولا نملك شيئا وضيفة أن أقرب مزدر للمياه هو النهر على بعد حوالي ساعة سيرا على الأقدام قالت أن توفير المياه لعائلاتهم يعني أن ظهورنا ورؤوسنا وركبنا تؤلمنا لأننا نعمل من الفجر حتى الغسق ويتوقع البنك الدولي أنه بحلول عام 2030 ستنخفض منطقة شرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مدنة عطبة الندرة المطقة للمياه البالغة 500 متر مكعب سنويا للشخص الواحد وتونس هي بالفعل الدولة رقم 33 أكثر أرضة للإجاد المالي وفقا لمعهد الموارد العالمية إن خفض المعدل واستهلاكها إلى 450 متر مكعب لكل ساكن احتفلت وكالة الفضاء المصرية بإنجاز هامل في برنامجها الفضائي من خلال الإطلاق الناجح للقمر الصناعي مصر الساعة 2 احتفلت وكالة الفضاء المصرية بإنجاز هامل في برنامجها الفضائي من خلال الإطلاق الناجح للقمر الصناعي مثل الساعة 2 الذي تم تنفيذه من الصين يضع هذا الإنجاز الجديد من صراء في قلب استكشاف الفضاء ويعد من المبادلات الحاسمة المتعلقة بالتنمية المستدامة للبلاد تبرز مصر الساعة 2 كأهداة رئيسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بفضل هذه التكنولوجيا الفضائية المتقدمة يهدف القمر الصناعي إلى تحسين القطاعات الحيوية مثل مراقبة مسادر المياه السطحية ودراسة تداعيات تغير المناخ على البيئة وأكد شريف صدقي مدير وكالة الفضاء المصرية على حجم الفوائد المحتملة لهذا التعاون مع الصين وأوضح سنكون قادرين على مراقبة التنمية الحضرية وتعديل الاقتلافات في مستوى المياه في الأنهار ومراقبة الزراعة وتعديل توزيع المحاصيل في البلاد وستمكن هذه القدرات من وضع تغديرات حاسمة لتوجيه التدقلات على الصعيدين الوطني والإقليمي وبعيد عن المزايا الداخلية تصلد الهيئة الضوء على الدور الرياضي لمصر في مجال الفضاء من أجل تقديم برامج تدريبية وتهدف هذه المبادلة إلى تأهيل الكوادل المتخاصصة في إفريقيا وشرق الأوسط مما يؤكد التزام مصر بتقاسم خبراتها وتعزيز التعاون الإقليمي وتعسست وكالة الفضاء المصرية في عام 2018 وتؤكد نفسها كقوة ناشئة في مجال الفضاء بهذا الحدث مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة وإلى لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم